اشتركوا في القناة انشأهم من قباء المتنحرة صغيرة الى امبراطورية خدت نص امبراطورية جين وثلاثة اربع امبراطورية خوارز وحملتها وصلت لاوروبا والدنيا بهدلت الدنيا تماما الدولة المغولية انشأت على اسس الاول اساسا نحن ممكن نحكلم عليه بالرغم ان جنكيس خان كان سفاحه التال قتلة بسيطة جدا وكان كارثة للعالم ولكن كان عنده حرية اديان غريبة جدا يعني كان عادي ان انت تبقى تحت ولايتي مش هكبرك على دين معين وشعائرك وتمارسها بحرية تماما وما حدش يعني يزيك فيها تماما بس هتعندني ملكش غير السيف تاني حاجة هي انشأ للمغول ما يجبه الدستور وكان اسمه اليسق وده كان معاييره صارمة جدا وما كانش يطبق يعني على الضعفة بس ده كان بيطبق على الكل وديك اليسق دي كان بتحكم علاقته ما بين الشعب وما بين الجيش وكذا وكان الجيش كانت يحكمه معايير قوية جدا ان حتى الجيش يعني بيتقسم الي كتايب معينة وكل كتيب حتى ملغيت ما توصل الي عشر جنود هو دي كده لو في جندي منهم اتخان التسعة التانيين بيتقتلوا فبالتالي ان كان الجيش على قلب رجل واحد وكأي امبراطورية كان لازم شانكيس خان ينشأ عاصمة وكان انشأ بدأ في انشاء عاصمة قارا قورم اللي ابنه بعد كده هيكمله وكرا بحاجة نتكلمنا ان الجيش المغول كان اقوى جيش موجود في العالم وقته وده كان على اساس ان هو ادخل معايير الحروب الجديدة حرب السريعة المرسلات السريعة وجواسيز في كل مكان ويعرف المعلومة قبل عدوه وعلى اساسها بيتحرك بسرعة كبيرة جدا انه غير سرعة جيشو اللي كان بتوصل بخمسين ميل في اليوم ودي كانت سرعة جبارة في معلومة اخيرة عن جيش خان ان هو كان بيكره ابنه كبير لانه كان متخيل ان هو مش ابنه لان كان في فترة صراعه مع القبائل التانية كان مراته اتخطفت وفي الوقت ده اياه بقت حامل هو محدش يعرف ايه كان بقت حامل منه ولا من غيره فبالتالي هو كان بيكره ابنه ده وده اتضح في معاملته مع ابنه وابنه كان بيكرهه وهانه كذا مرة في مجلس المغول يعني وده هنشوف نتائجها في الحلقة الجاية وفي الاخر احنا هنرجع هنا للسؤال اللي انا بتسأله دايما كل ما حد تشوفني ليه انت اساسا بتعمل سلسلة عن المغول اولا كذا حاجة العالم اللي انت شايفه بشكل حالي ده سبب من اسباب الغزو المغولي الحرب السريعة وتكتيكاته استخدمت بشدة اساسا من هتلر واستخدمت في امريكا في الحروب الاخيرة وهنشوفها باستراتيجياتها ازاي اساسا المغول عملوها وهنتكلم الفترة الجاية ان شاء الله المعارك الكبرى بتاعت المغول بشكل افضل وهنوضحها لكم ان شاء الله تاني حاجة كانت ممالك كتيرة جدا اكبرهم كانت مملكة صونج ومملكة جان دولة الاتنين بتوحدوا تحت ايد المغول او مش بتوحدوا بيدمروا الاتنين يعني بياخدوها كمون دولة وبتبقى الصين في اقرب شكل ليها اللي احنا نعرفه حاليا وطبعا تدمير الدولة العباسية واثارها العنيب جدا اللي شفناه على الدولة الاسلامية وده كان نهاية العصر الزهبي للدولة الاسلامية وبرضه كان مسبب من اسباب كبيرة جدا لانهيار الامبراطورية المغولية وده اللي هنشوفه لازاي حصل وبرضه هنشوف تدمير لدولة من الدول او مش تدمير شبه تدمير لدولة اسمها صلاشي قطروم وده كان هيكون الدور بتاعها ايه وصعود امبراطورية على اساسها بعد كده بتحكم جزء كبير جدا من العالم وهي امبراطورية العثمانية كنتيجة لكده انا عارب بتوع المسلسلات التركية دلوقتي هيحبه وني دلوقتي هنشوف من الحلقة الجاية هنشوف اثر المغول على اوروبا وايه اللي هيحصل في اوروبا وتدمير كامل لمعظم اماكن من شمال اوروبا ووسط اوروبا ودي هنشوفها وانشأت حالفات جديدة تماما وامبراطورية بتقوى بشكل كبير وامبراطوريات بتنهار بشكل كبير وده اثارها هيبان على بعد كده على السنين اللي بعدها برضو في جزئتين كمان ممكن نتكلم عليهم في جزئيت احنا منتكلم عن المغول ليه انهيار سطورة من اكبر اساطير في الوقت ده وكانت حاجة مقلقة جدا لكل الكينات السياسية اللي ما كانت موجودة في العالم وقتها وهو جماعة الحشاشين محدش بقدر عليهم غير المغول وهنشوف ازاي بعدين وعلى فاكرة الحشاشين دي لو انت عايز تدور عليها يعني ديها حاجات كتير قوي الغرب وطبعا طبعا طبعا على اسرها لعاب وافلام وهاكذا وممكن انتوا تقربوا عن الموضوع بشكل كبير واحنا ممكن نعمل عن حلقة باستفادة كبيرة ومؤسس الحشاشين وإزاي الحشاشين الكوانت ورئيسهم طبعا حسن الصباح اخر حاجة هي احنا ممكن نتكلم عن المغول في مرض جندرة في العالم في قرن التلاتاشر من اسوأ الامراض اللي حصلت في تاريخ العالم ومووتت عدد كبير جدا من سكان العالم وهي الطعون الطعون الاسود اللي كان انتقل عن طريق الصين ده كان بسبب من الاسباب بشكل غير مباشر للمغول وده اللي هنشوفو ازاي لو جينا الحاجة التانية انا شفت هبد غير طبيعي في موضوع المغول وعن الجيوش الجرارة لمملكة خوارزم اللي ما قدرتش تاخد غلوة في ايد المغول ولا الجيوش الجرارة اللي كانت في المسلمين ولا ما قدرتش تاخد غلوة في ايد ولا الخليفة العباسي اللي كان قاعد ولاهي ولا يعرف ان المغول على ابواب المدينة كل الكلام ده انا سمعته وهو كلام هبد ومالوش اي تلاتين لازمة يعني ما اتاقتش يعني ان في حد قاعد لاهي ومش عارف حاجة وحوالي المغول ما حصلين ولا على العكس تماما وهنشوف الموضوع ده وهنشوف كتيح بغداد كان حصلت ازاي وحصلت الموضوع كارثة اساسا بالنسبة للعالم الاسلامي وللمغول كمان لان ده ليه اثر عنيف حياة المغول هنشوفو الحلقات الجاية ان شاء الله في جزئيه كنت حابب تتزود على جزئيه دي بس ان احنا عندنا حب جلد الزات احنا ما بنشوف اي حاجة بتحصل يا ده شوف كده ده احنا بننهزم من مين ومفيش حد بيقوم وكلام ده احنا عندنا جلد الزات غير طبيعي يعني بيقولك ما فيش حد يقدر يوقف المغول هو احب اقولك ان العالم كله ما كانش قادر يوقف حد من المغول المغول اللي وقفهم حاجة تانية خالص هباقول لكم عليها في الحلقة الجاية الفترة الجاية اخر حاجة هو سيف الدين قطز فعلا قصر شركة المغول في معركة عين جلوت واناها وجود المغول ولا الكلام ده بلح سبويلر أليرت الكلام ده بلح وهنا نكون وصلنا نهاية حلقتنا وكان معكم محمد غلاب ولو عجبك المحتوى اكيد مستنيين منك سبسكرايب ولايك وشير ولو كي ايكمنت مستني روانكم شكرا اشتركوا في القناة